يجري اتلاف الخير للإغاثة الإنسانية التحضيرات النهائية لتدشين مشروع توزيع التمر المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المقرر تدشينه في سبع من محافظات الجمهورية الاثنين القادم وقال مدير المشاريع في اتلاف الخير فهمي بن منصور إن المشروع يتمثل في توزيع 872 طن من التمر والملابس في محافظات شبوى ومأرب والجوف وصنعاء ومناطق السحل الغربي من محافظة تعز ولحج وعدن منها سبعة أطنان من الملابس المخصصة للمناطق الباردة من المحافظات وكان وكيل محافظة شبوى ناصر محمد القميشي قد أشرف على عملية استقبال كميات التمر والملابس الخاصة بالمحافظة والتي تقدر بـ 220 طن من التمر والملابس